أعوذ بالله السلام عليكم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ثم بعد أن يقتل أخيه الله أعجزت سوءة أخيه بعد غراب من أعجزت سوءة أخيه أعجزت سوءة أخيه يعني نبش في الأرض بمنكاريه with his beak and its feet to show him ليريه ليريه قبيل to hide the dead body ليخفي ليواري the dead body الجيفة 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 the dead body of his brother the body of his brother just that he the murderer قبيل said wow to me وأسفا علي am I not even able to أنا لست حتى قادرا على to be as this crow أن يكون مثل هذا الغراب and to hide the dead body وأخفي جيفة of my brother أخي لأن الغراب هنا يعني الله أرسله ليريه أرسله مع غراب ميت آخر وجعل الغراب يعني يمش الطراب على الغراب الميت الآخر ليريه قبيل كيفات في ناخا when Allah sent this crow Allah sent him with another one that's dead so the life crow was like throwing and scratching the earth on the dead crow to show Cain what to do with his dead brother then he became one of those who regretted بعد كده أصبح من هؤلاء الذين نادموا أي من النادمين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين then Allah sent a crow who scratched the ground to show him to hide the dead body of his brother he the murderer Cain said oh to me am I not even able to be as this crow and to hide the dead body of my brother then he became one of those who regretted اللهم لا تجعلنا لا نحن ولا إياكم من النادمين والله دمك أص of those who regret اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته